السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدنا نزرع الثوم البلدي والثوم البلدي من أجود أنواع الثوم والثوم بأنواع عديدة بيئة الثوم الروسي بالثوم الصيني بالثوم الألماني بالثوم الأحمر الثوم الأبيض أنواع الثوم لا تعد ولا تحصى وأفضل نوع ثوم هو الثوم البلدي الأحمر إذا أخوتي إذا بدنا نزرع الثوم نقدر نجيب الثوم من الصيدلية الزراعية أو نكون إحنا مخزنين عندنا الثوم بلدي جيد نقدر نستخدمه للزراعة بالنسبة لمواعيد زراعة الثوم نقدر نزرع الثوم البلدي ابتداء من نهاية الخريف بالشهر العاشر أو اليداعش أو الاثناعش ونقدر نزرع الثوم بداية الربيع بالشهر الثالث أو الرابع أو الخامس وبإمكاننا نزرع الثوم بحية لنوع تربة سواء كانت تربة حمراء أو تربة سوداء أو تربة بيضاء جميع أنواع التربة تصلح لزراعة الثوم لكن أفضل تربة لزراعة الثوم هي التربة البيضة أو التربة الرملية لأن التربة البيضة أو التربة الرملية خفيفة والتربة الخفيفة تنجح بها زراعة الثوم لأن ضروس الثوم تصبح كبيرة لأن التربة الخفيفة أو التربة البيضة من خلال السقايا المكررة ما تكبس وتضغط على الجذور لذلك راس الثوم رح يكبر وما رح يكون متحجم نتيجة ضغط التربة أما لو زرعنا الثوم بالتربة الحمرة التربة الحمرة كلكم تعرفون غالبا ما تكون تربة طينية لو زرعنا فيها الثوم رح تضغط على ذروس الثوم اللي رح نزرعها وراس الثوم ما رح يكبر ولا رح ينمو بالشكل المطلوب لذلك رح يكون حجمه صغير نهاية الموسم وبالنسبة لحرث التربة لازم نحرث التربة بشكل جيد بعمق 25 أو 30 سنطي ولازم نعمل خطوط يكون عرض الخط من 30 إلى 35 سنطي ولازم نزرع سنان الثوم بوسط الخط نترك بين الدرس والدرس تقريبا 10 أو 12 سنطي وبعدين نردمهم بتراب بهذا الشكل ونسقيهم كل 3 أيام أو كل 4 أيام مرة وبعد مرور 25 يوم مثل ما لكم شايفين صار في عندنا نمو خضري حاليا نقدر نحرث التربة مشان الجذور تتهوى ويزداد نمو الثوم بشكل أسرع وبالنسبة للتسميد أفضل شيء أنه بداية الزراعة نضيف السماد العضوي عوض السماد الكيماوي إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة أتمنى منكم الاشتراك في القناة كنوع من الدعم كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته